نروح مع حضراتكم لنقطة أخرى طبعا بالتأكيد تبعتوا أنه مع ظهور سلالة تانية من الفيروس في بريطانيا بدأت بعض الدول أنها تغلق حدودها البرية والجوية مع بريطانيا ومع بعضها البعض وبالتالي هذه العملية وقت ما يكون فيه إغلاق طيران على طول أو مواني برية بيكون فيه عالقين مصر ايه وضعها؟ غرفة العمليات اللي في وزارة الدولة اللي هجر شؤون المصريين في الخارج بتواصل عملها عشان تتابع موقف المصريين العالقين في الخارج بعد تعليق طيران في عدد من الدول وزارة الهجرة أعلنت أنه عدد من قاموا بالتسجيل في استمارة العالقين اللي الوزارة حضرتها وقعدتها وصل لحد دروقتي 1494 نقول 1500 تقريب 1500 مواطن مصري أغلبهم في دولة الإمارات ثم السعودية ثم الكويت وعمان والسودان وتركيا وزيرة الهجرة نسقت مع وزارة السياحة والأثار وغرفة الشركات السياحية لدعم ومساعدة المصريين العالقين في الإمارات كمان تواصلت مع مؤسسة مصر الخير وتم الاتفاق على أن مؤسسة مصر الخير هتتحمل نفقات الإقامة الخاصة بالمصريين العالقين لحد ما تنتهي فترة حجرهم وإقامتهم في الفنادق في الإمارات كم من المقرر لهم السفر خلال اليومين الماضيين ولن يتمكنوا من سداد قيمة الإقامة السفيرة نبيلة مكرم أكدت كمان أن التعاون مع مؤسسة مصر الخير بيأتي في إطار تضافر طبعا الجهود الحكومية ومنظمة المجتمع المدني ترجمة نانسي قنقر